تواصل سلطات الاحتلال مدهمتها للمنازل واقتحامها لعدة مناطق لملاحقة واعتقال عدد من الفلسطينيين كما لم تتوقف عن هدم المباني السكنية والمنشآت في أحياء المقدسية فيما تستعد الحركة الأسيرة لخوض إضراب جماعي عن الطعام في السابع عشر من نيسان الجاري التقرير التالي يعرض أبرز الأحداث في الضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعتان الماضية اقتحمت قوة الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية داهمت خلالها عددا من البيوت والمنازل الفلسطينية حيث وصل عدد المعتقلين إثر هذه الاقتحامات إلى 14 فلسطيني ثلاثة منهم من قرى فرعون وذنابي في مدينة طول كرمة واثنان من قرية برطع قرب مدينة جينين وآخر من مخيم جينين وثلاثة من مخيم الجلزون قرب مدينة رامالة واثنان آخران من مدينة الخليل من يطا وإذن تحديدا وثلاثة معتقلين من مناطق بدو وقطنة في محافظة القدس في القدس أيضا هدمت قوات الاحتلال أربعة مباني في منطقة زعيم شرق المدينة المحتلة هذه المباني تشكل ما مجموعه 16 شقة سكنية أما في منطقة الطور فقد هدمت جرفات الاحتلال أسوارا وجدران استنادية إضافة لمنزل قيد الإنشاء وحظيرة خيول في منطقة جبل المكبر بالعودة للحركة الأسيرة وقبل موعد الإفراج عنه بعشرة أيام وبعد أن انتزع هذا القرار إثر إضراب استمر لثلاثة وثلاثين يوما في شهر شباط الماضي قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحق الأسير الصحفي محمد ألقيق حيث عقدت محكمة الاحتلال العليا جلسة لمناقشة هذه اللائحة داخل المعتقلات أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا أكدت فيه عدم مشاركة أسرها في الإضراب الجماعي عن الطعام على عكس أسر الجهاد الإسلامي الذين قرروا مشاركتهم في الإضراب الذي أعلنت عنه حركة فتح عبر رسالة لعضو لجنتها المركزية لسير مروانا البرغوثي ومن المقرر أن يبدأ يوم السابع عشر من نيسان الجاري أخيرا في خربة طويل جنوب شرق مدينة نبلس المحتلة أجرت قوات الاحتلال تدريبا عسكريا ميدانيا بمشاركة أكثر من ثلاثين دباب مدرعة وناقلة جند حولت المكان هناك لساحة حرب